أبوظبي تستضيف بطولة محاربي الإمارات يومي الجمعة والسبت ما تفاصيل المنافسات؟ ما الذي يجعلها مميزة هذه المرة؟ بالضبط، صحيح، الأنظار كلها تتجه عالم رياضة الفنون القتالية المختلطة نحو أبوظبي لمتابعة أطوار نسخة جديدة من بطولة محاربي الإمارات البطولة تقام نهاية الأسبوع بجراء بطولة محاربي الإمارات بنسختها العربية يوم الجمعة ومحاربي الإمارات بنسختها العشرين يعني يوم السبت، إقبال كبير من خيرة أبطال هذه الرياضة في العالمين العربي والعالمي ومن متوقع أن تشهد المنافسة قمة في الإثارة وتنافس كبير على الألقاب بطبيعة الحال، ما جد البطولة باتت تمثل لنجوم هذه الرياضة فرصة للتألق ووضع أسمائهم على خرطة العالمية لهذه الرياضة كذلك هذه النسخة تأتي بعد أيام من انضمام اتحاد الجوجودس وفنون القتال المختلطة الإماراتي إلى عائلة الاتحاد الدولي لهذه الرياضة المزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من أبوظبي مباشرة مدير بطولة محاربي الإمارات فؤاد درويش فؤاد في البداية نراحب فيك على سكاينيوز عربية سعيد بتواجدك معي دعنا نبدأ عالم الفنون القتالية كما ذكرت المختلطة يترقب يومين من الإثارة في أبوظبي نهاية هذا الأسبوع ضمن منافسات محاربي الإمارات كيف هي الاستعدادات فؤاد وماذا نتوقع من النسختين العربية ليومي الجمعة والعالمية ليوم السبت أول شي شكرا على الاستضافة وشكرا على دعمك لرياضة أجمع بدولة المعضة المتحدة شكرا لنا لدينا لا شك أنه نسخة 19 ونسخة 20 عزيزين عينينا جدا وهذا دور رح يكون وإحنا منلاقيهم رح يلعب دور محوري بارتقاء السلسلة المحاربية الإمارات العربية للعالم أكتر إحنا اليوم لو نتطلع الحمد للرب العالمين في ظل جائحة كورونا قدرنا ننظم ثمن ثمن منافسات سابقة واليوم اليوم اليوريز 19 رح يكونوا اكتمال نسخة العاشرة في ظل سين ونص من أصعب الأمرار اللي قدرنا يعني لوجهناها خاصة بوجود الفنداميك اللي إحنا ما كنا يعني حاد متوقعه فلما نتطلع رياضة لا شك أن رياضة كان فيها سعبات أكتر بس اليوم يويوريز وجودنا بأبوظابي بعاصم دولة الولايات المتحدة تحدينا كلها لتشاننجز وقدرنا الحمد للرب العالمين نقدم هذول أبطال للعالمين بحسب الأرقام والأسماء اللي تحدثت عنه نعتقد من المنصف القول فؤاد أن نسخة 19 ونسخة 20 هما الأقوى يعني في البطولة حتى الآن وهذا يعكس التطور اللي اتحدثت عنها قبل قليل كبير والمستمر لهذه البطولة التي تكبر وتقوى نسخة بعد نسخة لا شك لكن احنا اليوم بالنسخة التالتي ولما ساعة عمل من الهاشمي أشار إلى احتضان النسخة العربية من سلسة محاربية الامارات وكل الشكر من وجهله عن طريقه ما توقعنا يكون هال هالإقبال الكبير والواسع من كل أنحاء العالم احنا لما قررنا ادراج سلسة محاربية الامارات العربية كنمط من بالمجمع للأماني توقعنا أنه نعمل بطولة مرة كل ثلاثة اربعة شهر مرة كل ستة شهر بس ما فينا أحكي لك قديش عدد المحاربية العرب من كل أنحاء العالم اللي حاولوا يجيقوا طريقهم لعصمتنا أبوظبي مشان يبرزوا مواهبهم على جميل فالحمد لله رب العالمين احنا اليوم بالنسخة العربية بالنسخة التالتي عطينا مجال كمان هاي بيمن ننوي عليها ما جبنا كل المحترفين فقط عطينا مجال للشباب اللي عندهم طموح أن يكونوا معنا موجودين نعم بطبيعة الحال ربما تحدثت عن يعني رغبة العرب بمشاركة في هذه النسخة المرجع الأول عن الحديث عن الفنون القتالية المختلطة هو يو اف سي من طبيعة الحال رئيس هذه المنظمة العالمية دانا وايت أشاد في أكثر من مرة فؤاد بمنظمة أو بطولة محاربة الإمارات ماذا تعني مثل هذه الاشهادات العالمية لكم كمنظمين وساهرين على هذه البطولة لا شك احنا منتشكرها منتشكرها هذا التقدير بس هذا بزيد علينا من مسئولية بزيد من عاطقنا على ابراز الاحسن والاحدث بهاي السلسلة لحد ما هي عمرها صغير احنا احنا سنتين ونص من نظم سلسلة محاربية الإمارات والحمد للرب العالمين اليوم هي متربعة على عرش سلسلات يعني او الام ام اي وولد اليوم ما بحكي لك مش بس دانا وايت أشاد بسلسلة محاربية الإمارات بالعكس اهم اه صناع القرار بهذا الدومين اهم مجلات الام ام اي اهم صحف رياضية بالعالم كلها اه اعطت انتباهها لهاي السلسلة خاصة بنسخة ستاش ومسخة عشرين وحضرتك تفضلت على اهتمامنا بانتقاء الافضل والاهم من من رموز لهاي الرياضة فاحنا متطلع على الفايت كارد تاع اليو اي ووريز توينتي واكتر المتابعين لهاي الرياضة اشاروا انه هاد راح يكون اهم فايت كارد عندنا بتاريخ سلسلة سلسلة محاربية الامارات فاذا انت بتطلع على الاسامية يعني احنا طبعا الوقت ما ما بيسمع بس احنا خلينا نركز على شكل سريع فانت جيسي ارنت اللي مصنف نمبر ون ام اي فايتر بكندا نمبر ون اي نمبر ون ام اي بكندا راح يلعب مع راي بورغ كان هذا بيو اي اف سي ست مئتين وستاش بلاس فيغاس عم بلعب على البلد فانت شوف اليوم سلسلة محاربية الامارات جميل اهم الاسامي العالمية والحمد للرب العالمي احنا نكون على قدر كل التفيق كل التفيق لكم ودائما تعودنا عن نجاحات يعني محاربية الامارات من بوضبي مدير بطولة محاربية الامارات فهد دروي شكرا جزيلا لك